مقابلة القرن هكذا وصفت مقابلة بوتين مع كارلسن وأثارت دجة كبيرة في الإعلام الغربي وحتى قبل عرضها باعتبارها انتصارا دعائيا لصالح بوتين هذا اللقاء التاريخي بين الرئيس الروسي والصحف الأمريكي بثت على موقع أكس وحققت أكثر من مئة مليون مشاهدة حتى الساعة وتنزيل تطبيق أكس شهد أيضا ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة بحسب أيلون ماسك نستعرض معا أبرز التعليقات التي وردت في الوسائل الأعلام الغربية حول مقابلة القرن كما يقال شبكة CNN قالت لم نشهد مقابلة قوية وخرج المشاهد بخيبة أمن لأن المقابلة كانت طويلة ومتعثرة وسمحت لبوتين بالتلاعب بالجمهور وإخبار نسخته من التاريخ صحيفة واشنطن بوست اعتبرت أن بوتين بالمقابلة المشتتة بالكاد سمح لكارلسن بالحصول على كلمة مشيرة إلى أن الرئيس الروسي الذي أمضى أول ثلاثين دقيقة من مقابلته التي استمرت ساعتين بإلقاء خطبة تاريخية عن بلاده نيويورك تايمز قالت أن جزءا كبيرا من المقابلة شكل درسا مألوفا بتاريخ الكريملا حول مطالبه مطالبة روسيا التاريخية بأراضي أوروبا الشرقية بدءا من القرن التاسع أما الصحف البريطانية مثل اندبندنت فرأت أن أسئلة المقابلة من السهل جدا الإجابة عليها ولفتت إلى أن كارلسن كان بمواجهة فرصة فريدة لمواجهة أحد أقوى الرجال في العالم إلى أنه اختار استجواب بوتين حول ما إذا كان زعيما مسيحيا ومواضيع أخرى قريبة من قلبه